احنا نرجع للنقطة اللي سألت حضارك فيها ازاي الراجل بيقدر يقنع هاستة انه لما يخونها دي ناس واعادي ويرجع ويخون تاني ويرجع تاني وانا بحبك انتي لكن كل دول ولا حاجة انا برجع لي مين في الاخر دي سيطرة ولا دي ايه تلاعب والتلاعب احد ادوات السيطرة الشهيرة عندنا في علم النفس وده اللي كنت بقول لحضرتك عليه المتلاعب هو المسيطر الذكي اللي بيستطيع انه يقنع اللي قدامه بانه ما ازهوش مع انه في حقيقة الامر اذا اذا كبير وهنا انا بلو مع الطرفين هي كمان صدقت في الحدوط اللي حقيقة قلتها اللي هي عايزة تصدقه ما هو انا في النهاية بسمعك الكلام اللي انا عارف ان انت عايز تسمعه يعني هي قبلت الخيانة قبل ان ينطق بحرف ولكنها كانت تلومه لمجرد زي انا بيقول كاتو ميكا ستيتمنت عشان ابقى قلت اني مش قابلة وانت عملت انك مصدق ان انا مش قابلة ثم انت حاولت تقنعني ثم انا عملت مقتنع المشكلة هنا ايه بقى ان اللي تردم ده موجود كله تحت السجاد ده ما تنظفش ده في لحظة هتبقى عاملة زي الحلال بريستو والست اللي انت تلاعبت بيها مرة واثنين وتلاتة دي في لحظة هتنفجر انفجار انت لا تتخيلوا وهيدفع تمنوا حضرتك وولادكو لو في ولاد فخب بالك